اجتمع اليوم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والحقيقة خلال الاجتماع وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل التي تساهم من خلالها هيئة قناة السويس في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من أربعة ألف طن يعني شوف ده المعدة اللي بيتم إنتاجه إلى حداشر ألف طن يعني احنا بنتكلم على سبع ألف طن زيادة سنويا وده على المدى القصير وصولا إلى خمسين ألف طن على المدى المتوسط حضراتكم طبعا عارفين أن بحيرة البردويل دي بتبلغ يعني الطول بتاعها تسعين كيلومتر والعرض اتنين وعشرين وهي يعني مش كبيرة قوي وكمان عندها ممر ضيق مائي مع البحر المتوسط